احباكم حب تفسير الاحلام ازايكم عامليني يا رب دايما انتكونوا بخير احبا فالله النهاردة هنتكلم عن اهم العلامات والرمز اللي بنشوفها في المنام وبتدل على قرب الفرج بتدل على تغيير حياة الرأي للافضل بتدل على زوال الهموم ان شاء الله قريب جدا سواء كانت حالة الرأي متزوج او كان اعزب او كانت حامل او كانت مطلقة بمجرد ما بتشوف اي حلم او اي رؤية من دول تعرف ان ان شاء الله في تغيير في حياتها للافضل ربما زواج ربما مال قريب جدا ربما زوال الهموم ومشاكل كانت موجودة عندها في حياتها بمجرد ما تشوف اي حلم من دول تبشر بالخير على طول ان شاء الله على سبيل المثال اي وحدة تشوف في المنام او اي شخص يشوف في المنام النبي عليه افضل الصلاة والسلام يعرف ان ان شاء الله في تغيير في حياته للافضل في ان شاء الله بيدل على حسن الايمان بيدل ايضا اي رؤية النبي عليه افضل الصلاة والسلام على كل ما هو جيد وحسن تمام لان النبي عليه الصلاة والسلام مش هيجي غير بخير للرأي تمام وتعتبر علامة من قضاء الحاجة وتعتبر علامة في الخير الكتير الجيد بإذن الله للرأي في الفترة المقبلة ولادة الصابية في المنام ايضا من الرؤى اللي بتبشر بالخير وبقرب الفرج للرأي حسب حالته او الولادة عامة اي وحدة تشوف في المنام ان هي بتولد تعرف ان اذا كان في مشاكل في حياتها تعرف ان المشاكل دي هتزول وهتنتهي بإذن الله في الفترة المقبلة بالاضافة ايضا الى رؤية الفكهة في المنام الفكهة في المنام من احد الرموز ايضا اللي بتدل على قرب الفرج بتدل على الخير لصاحب الرؤية ايا كانت الفكهة دي بس بشرطة تكون الفكهة دي جيدة ما فياش اي عيوب ما تكونش فزدة ولا اي شيء تعرف ان ان شاء الله فيه تغيير في حياتها للافضل او فيه تغيير في حيات الرأي للافضل ربما عمل ربما مال ان شاء الله مقبل عليه في الفترة المقبلة ربما سادات ديون اذا كانت عليه ديون اهم شيء ان الانسان يتقرب لربنا عز وجل بالاستغفار وبالدعاء وكسرت الصلاة على النبي على يفضل الصلاة والسلام علشان ربنا يحقق لنا اي شيء احنا بنتمنى الحملة في المنام مش دائما بيكون بيعبر عن الهموم وعن المشاكل ولكن في بعض الوقات بيدل على قرب الفرج بيدل على البشارة للرأي حسب حالته بإذن الله رؤية الشهداء وهم احياء في المنام ايضا من العلامات اللي بتدل على قرب الفرج بتدل على على يعني ان الانسان هيكون في منزلة احسن من اللي هو فيها ربما فيه ترقية في الوظيفة بتاعته ربما فيه تغيير في حياته للأفضل بإذن الله رؤية الكعبة في المنام ايضا من افضل العلامات ده طبعا بعد رؤية النبي عليه افضل الصلاة والسلام او رؤية احد الانبياء بعدهم رؤية الكعبة في المنام تحدى ايضا من افضل الرؤية اللي بتبشر بتحقيق الامنيات اللي بيتمنها الرأي ربما زواج زي الفتاة عزباء ربما حمل لوحدة متزوجة كانت بتتمنى الحمل فأي وحدة تشوف ان هي زهبة للكعبة او بتطوف حوالين الكعبة او زهبة لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج تعرف ان شاء الله فيه تغيير في حياتها الأفضل بإذن الله وقرب فرج بإذن الله ارتداء الملابس في المنام بيدل على تغيير في حياة الرأي للأفضل وخصوصا اذا كانت الملابس دي جديدة ما فيهاش اي تمزق وفيهاش اي عيوب ما فيهاش اي رائحة غير جيدة تعرف ان شاء الله فيه تغيير وفيه قرب فرج وربما يكون زواج بإذن الله للرأي في الفترة المقبلة ان شاء الله اذا كان اعزب او اذا كانت رؤية الموت ثم الحياة يعني اللي يشوف نفسه انه هو مات بعد كده رجل الحياة تاني يعرف ان شاء الله اذا كان فيه عنده مشاكل او فيه اذا كان يعني فيه حاجات واقع فيها غير جيدة يعرف ان شاء الله فيه قرب فرج ليه فيه تغيير في حياته للأفضل واذا كان مقبل على شيء يعرف ان شاء الله الفير يعني ربنا هينجيه منه ان شاء الله اللي لبس الحزاء طبعا زي ما انتم عارفين بتدل على الفرج بتدل على الزواج بتدل على تغيير في حياة الرأي للأفضل بس بشرط ان الحزاء ده ما يكونش ممزق ما يكونش فيه اي قطع او فيه اي اتساخات بالاضافة ايضا الى رؤية لبس الخاتم الدهب دي تعتبر من رموز القرب الفرج ورموز الزواج وايضا من الرموز اللي بتدل على الحمل احباب فالله دي كانت اهم الرؤية اللي بتدل على قرب الفرج بتدل على زوال الهموم للرأي بتدل على تحقيق الامنيات لو اي حد منكم شف رؤية او حلم متعلق بالموضوع اللي بنتكلم فيه ده ياريتي اكتبانا في تعليق اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها نستانية ما تنسو استشاركوا في القناة وتفعلوا الجراس عشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس ضمتم فرعة الله وامن ولا اللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله